السلام عليكم خوتي وشاركو ملابس بخير وكقدرت الفيديو تا ميشايل فايزر هاداك جاوني بزاف تعليقات علاق ويري اهضرنا درنا فيديو راهوا مدربة قويري في فيرين قال لهم باللي ما زال ما دارش القرار تاعه وكذا ومنه ورح تحوز تلقيت باللي صحيح واش راه يعني واش راكوا تقولوا لي في تعليقات دارت صريحات وقال لهم ما زال دوكن دلكم المقال واش قال وتاني كنعطين رأيي تاعي في الموضوع هذا لأن فيها احتمالات كثيرة الاحتمالات الكثيرة اللي قرأتها أنا راح نقرأها معاكم أو كما قلو راح نقولها الخاوتنة على كل يعني بعد ك listener سنبدأه كما رأتها هنا يوسّمه ويري سومة سويقية 35 مليون في أمراه 23 اically سنة سومة سويقية قيمة رائعة يعني في Transfair Market كما رأتها هنا في Transfair Market ما زال ما تبدلش الجنسية تبدلت الجنسية يعني هو يقول لهم باللي تبدلت الجنسية ويبدلها يعني هو ما زال ماقعل لهم او هو ما زال ما غيرها ترانسفير مارك او 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 ولكن نعود ان نقوله تجمل بالماضي انه غير الجنسية وكيقول لجمل بالماضي انه غير الجنسية يعني الملف راه عند الاتحادية يعني الملف تعقويري راه عند الاتحادية جزائرية بتغير الجنسية تماما راه لاعب جزائري على اشتناقض هذا؟ دوك نجيكم ونعطي لكم الرئيتيال اشتناقض هذا؟ كما ركنت شوفوه شفت فيها الصفحة دوك نترجمها لكم صفحة هادية واسمها كيتس فرنس هادية ولكن جابوها امريكي بالفرنسية وش يقولك ترجمة المنتخب الفرنسي هل تمثل جزائر؟ امين غويري لم يتخذ قراره بعد وش يقولك وبينما يتم الاعلان باصرار عن تمثيل الجزائر في المنتخب الوطني يعني في الجزائر فان امين غويري لم يتخذ قراره بعد بحسب فلوريان موريس يعني المدير بتاعه المدير الرياضي لميل عبرين هل امين غويري متردد؟ لعدة ايام ظهرت شائعات عن وجود تقارب بين مهاجم ستاد درين والمنتخب الجزائري بل ان جمال بالماضي مدر بالجزائر قرر عدة مرات ان الخبر كان رسميا امين غويري سيختار الجزائر بالماضي ما قالش امين غويري سيختار الجزائر لان سيختار يعني مازال بالماضي قال بدل الضوصية تاعه كمل اوراق الابارية تاعه كملها يعني غير الجنسية تاعه باش نصحح للصفحة هادية على حساب فرنسا التي متلها من فارق تحت 16 عاما الى ومع ذلك فان الطرف الرئيسي المعني لم يعلن بعد عن اختياره هذا الاخير لم يقرر بعد قالك امين غويري لم يتخذ قراره بعد في الواقع امين غويري لم يتخذ قراره شوفوا كيف شرمي اكدوا في فرنسا لم يتخذ قراره بعد في ملعب وتحدث فلوريان موريس في مؤتمر صحفي يوم الخامس خلال العرض الرسمي لفابيان ريدر هدايان اللي جابوه جديد حول هذا الموضوع وقال المدير الرياضي لستادرين في تصريحات اوردتها صحيفة ليكيب قلت لكم جابوهام ليكيب لقد تحدثتوا مع امين حول هذا الامر في الوقت الحالي يعني حاليا لم يتم اتخاذ القار وبعد يديلك سؤال هل سيمتل امين غويري الجزائر قاريبا وش رهم يقولوا رهم يقولوا المدر بهذا ساوى قالوا له وليانت صراحة بالماضي قالوا هم بتدل امين غويري غير الجنسيتها قال بالماضي بالحرق الواحد انه امين غويري كمّل وراق الادارية وش معينتها كمّل وراق الادارية يعني تغيير الجنسية تغيير الجنسية يعني يكملها فراء غير الجنسيتها ومن بعد يخرج المدرب يقول لك وحتى صحافة تستعمل تستعمل دغن تكلموا مليح هذا لازم له طرح كبير صحافة هذي راي تستعمل في تصريحات مدرب تعقويري باللي كما قولوا ما زال ما خير شا راي تقول لك باللي ما زال ما خير شا رسمية زع ما في فرنسان يقولوا باللي رسمية ما زال ما خير يعني نحن نتبعوا الناخب الوطني جمال بالماضي أو نتبعوا المدرب تعريم اللي راه يقولوا نتبعوا الجرائد الفرنسية الجرائد الفرنسية مدى بيها على هذيك اللي راح ندخل فيه عدة أمور عدة أمور هذه وش تخلينا؟ تخلينا نقرأ عدة قراءات على التصريحات تاع تاع المدرب تاع غيري التصريحات أولا نقدروا نقرأ وها بللي بار اكسومبل غيري تكلم مع الوسمهما اللي عن جمال بالماضي دارت الصريحة تادي كنقولوا باللي غيري تكلم مع المدرب قالوا إذا ستساوه قولهم ما زال هذا ما كان فانت يعني غيري قال لهم ما زال يعني باش كيم أو غيري تكلم مع هالمدرب سكساة اسك صح وش راه يقول جمال بالماضي وش راه يقولوا الصحاطة غيري ما حبش عكي له الطالع كي ما تشفهم هارما قال لكم بللي ما معي طليش ما حبش يعطي له الطالع يقولون مازال هو هم غيري الجنسية يقولون مازال علاكم كم شاهدين يعني مانت تكون احتمال الأحتمال الثاني انه في فرنسا حابين يديروا ضغط كيفش حرابين يديروا ضغط حابين يديروا ضغط نبدأوها بالاحتمال الثاني من منطق واحدة اخر منطق واحد ثاني انه الرين والمدرب ما راهوش حيب أميك ويري يلعب لاكوب دافريك لأن لاكوب دافريك كي تتلعب ما تحبش الدوريات تركوا على بالكم كأس العالم تابعة وكأين كأس أوروبا كل 4 سنين لافريك كل عامين وهذه اللي ما قبلوهش في أوروبا قال لك لازم تديروها كيما لاكوب دوموت في التوقف الدوالي كي تلعب لاكوب دوروت بيروا لاكوب دافريك في نفس الوقت يعني يكون توقف دوالي على الجامع كامل البطولات كامل ركو شايفين يعني كما قولوا كأس أوروبا كما نقولوا كأس إفريقيا عندهم كأس أوروبا كي تبدأ كأس أوروبا يحبسوا الدوريات في حسب ما على بدي يحبسوا الدوريات في أوروبا قاعد تحبس لي اللاعبين توقعهم قاعد لأن كائن نادي تلقى 7-8 اللاعبين هم يلاعبوا في المنتخب بتاعهم أو مثل منشيستر سيتي ليس في المنتخبات تاعهم لا بالأكس كأس أوروبا تلقى منشيستر سيتي 90% على اللاعبين توقعها يلاعبوا فيه كما قلو يلاعبوا في المنتخبات تاعهم و90% على الوسبوع أوروبيين يعني اللي يلاعبوا في الأنجليز اللي يلاعبوا في الفرنسي اللي اللي سبنيول فهمتوا يعني تحبسوا الدوريات فهنا إفريقيا كي تلعب إفريقيا هما ما عندهم دوري الأوروبي دوريات دوريات كما قلو الخمسة الكبرى هذه أو دوريات قاع في أوروبا تقعد تلعب فهنا يلاعبين الأثاريق اللي ينقصوا داروا عدة مشاكل يخيش فينا مدربين مدرب تعمل يهضار وقالهم حبسوا علينا هذا الشيء يعني اللاعبين هادو رجعنا ما نقدروا نشروا أثاريق أغير على جلا كوب داطري فنظن أنه الضغط المدرب هذا يضغط من ناحية يضغط على أمين قويري باش ما يجيش لأكوب داطري اللي راو مخشم في راسو نو مازال مختار نو مازال مختار راكم شايفين مع العلم أنه جمال بالماضي قال بللي خلاص بدل الأوراق الجنسية كي يقول بللي بدل الأوراق الجنسية يعني الملف تعمل راهو في الجزائري يعني قويري دفع غير الجنسية وعطا الملف للجزائر وخلاص راهو عند الملف اللي لعب دولي جزائري كي ما صارت مع حسام عوار كي ما صارت مع أي تنوري راكم شايفين فهنا المدرب هذا راهو يضغط أولا ويبعت شوكوك يبعت شوكوك طريقة اللي يديروها لهدف طريقة اللي يديروها لخروطه باش كما قولوا يروحوا يسبو اللعاب وكيفاش وووو راكموا شايفين فهي يبعت شوكوك كما قولوا للإعلام الجزائري دكت خرج بار اجزمبل الإعلام الجزائري ليكرهوا المنتخب ويكرهوا جمال بلماضي يقول لك جمال بلماضي راهو كذب علينا راكم فاهمين وراني حايا بنوصل جمال بلماضي كدب راو وخرج المدرب تعارين راهو يكدب في جمال بلماضي والمدرب تعارين هو اللي علاء بالو بالحقيقة مشي جمال بلماضي اللي علاء بالو بالحقيقة ولميلف تأمين قويري الجنسية باللي غير ها راي عنده يعني بلماضي تكلم مع قويري ولا لا وقويري يقال له ما لو وش مهبو الجامل بالماضي يخرج ويقول لك باللي خلاص كمل أوراق الإدارية بتاعه يعني تكلم معاه وشد الميلة في تغيير الجنسية وخلاص وتفهم معاه وصيح يعني جامل بالماضي راهو عن كونتاكت مع اللاعب هدايا والأوراق راهي في الاتحادية يعني باللي راهو مغير الجنسية تماما علش باريزوب جامل بالماضي وهو قال 1500 عار Civil�JE قال إنه في الطريق الصحي يعني راهو في الأوراق راهو الأمور الإدارية باشي يغيير الجنسية قال اما مغيري أكمل الأوراق الإدارية بتاعه الكامل وراه معانا راهو لعب جزائري أما العارسي قال إنه في الطريق صحي ما قالش كمل جنسية لتعه قال إنه في الطريق صحي وتكلم جامل بالماضي على الموضوعًا م Round�� describing يقول الكائين كما يقولون بوكسنج داي اللي لعبوها في جون فيلا شفو قال لك كاي لعبين في إنجل طرح لا يحبوش كيروحوا الى ثاريخ اللي عندهم بوكسنج داي كل سمانة في سمانة يلابوزوش اخترت فميحبوش باركزم لاللاعبين يجوحنا الكأس إتراقية راي في جون فيلا شفو تكلم عن الموضوع هذا باللي كائين عندما يحبت اللاعبين تأوحي يجووا يلاعبوه كأس إتراقية فهذا التصريح هداية المدرب هذا باين اللي يميل يميل انا قلت لكم في اللول ممكن اميقويري كدب على المدرب قال له نو ما زال او باريسوف اميقويري قال للمدرب كيسسوا في الصحافة يقول لهم ما زال او الاحتمال الاكبر انه المدرب هذا ما راهوش حايد اميقويري يروح يلعب كأس إفريقية معانا باش لان عندهم عندهم دور يتاحهم يلعب وخرج بهذا التصريح لا 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 ما زال ما قررش يعني ما راهوش مواثق باش يعني هنا تشوف باللي المدرب هذا ما راهوش مواثق اولا اميقويري يمثل للجزائر ثانيا ما راهوش مواثق انه اميقويري يروح يلعب كأس إفريقية اميقويري السومة التسويقية 35 مليون يعني مدى بهم يكون يلعب مع فرنسا وخلاص اللاعبين هادوما الجزائرين دول جنسية شافوا الحقرة في فرنسا وشافوا الصرا مع بنزيمة وتكلمنا في هذا الامور عدة فهنا يبدوا يلعبوا في الضغطة تاحهم يعني ما تعمنوش بلا ماضي قال لكم غير الجنسية تاعو يعني غير الجنسية تاعو كما قال لكم ايت نوري غير الجنسية تاعو وقبل ما يجي الجزائر وغير الجنسية تاعو ورهو جاء قال لكم اسمه عوار غير الجنسية تاعو قال لكم ارى هنا قال لكم شايبي ارى هوا مع المنتخب ارى هنا قال لكم بعناني ارى هوا مع المنتخب ارى هنا هذا هو هذا هو الاحتمال يعني غير ما تقلقوش روحكم ممكن الشعب الجزائري او الجمهور الجزائري محبي المنتخب الوطني الجزائري مش يتقلقوا من ناحية انه ما غيرش الجنسية ولا يتقلقوا من الضغط مسكين كما قولوا باش يجي لعبنا كأس افريقية نحتاجوه 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 قويري نحتاجوه قطلقوا مسومة تسويقية 35 رأس حرباء يعني يلعب لك يعني هداف يعني نسحقه في كأس افريقية تسمى مارغري لوكان بالمدرب يضغط عليه باش ما يجيش باش حتى امور كأس افريقية ولا فلان مور كأس افريقية كان توقف دولي توقف دولي وش هو توقف تصفيه في كأس العالم مباراة يعني كامل يحبسوه بصع هما ما مش حابين احنا نحتاجوه في كأس افريقية وهذا من هاتش ممكن الجمهور الجزائري يتخوف ان هما يطلقوش في الوقت المناسب اللي يحتاجوه يعني في الطالب بوصل اللي هم جايين بعد ثلاث سنانة اللي قلق جامل بالماضي رح يكون بإذن الله على كل حال العلم عند الله ولكن بإذن الله رح يكون لأن توقف دولي دورية الأوروبية حبسوه بصح كأس افريقية هادي هي المشكل بالنسبة للمدرب تأرين عنده هداف ما يقدرش يسمح فيه هداف ما يقدرش يسمح فيه ولكن سمح لي هادي وسمه قوانين الفيفا معموم كأس افريقية معترب بها وقانونيا الفيفا تعاقبك لو كان تمنع اللاعب هداوش نقدر نقول لكم في هذا الموضوع يا خوتي ما تقلقوا روحكم ما والو ماناش حابينو يجي يلعب كأس افريقية هدا ما كان ما نطلوش عليكم خوتي ونقولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام